ساعة الفرج قد تتأخر لكنها حتما ستأتي هذا وعد الله يقول جل وعلا لتركبن طبقا عن طبق يعني حالا بعد حالا فبعد الضيق سعة وبعد الهم فرج وبعد الدمعة بسمة أصلا وأنت في المصيبة أثناء وقوعها تراك في نعمة وخير لما تجد في قلبك من الانكسار بين يدي الله والتذل له والافتقار إليه هذا بحد ذات نعمة وقت المصيبة إذا اجتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واستقرت وأرست في أماكنها الخطوب